طيب كابتن رضا يعني كابتن محمد رمضان هل وجوده في لجنة التخطيط وإضافته على لجنة التخطيط علشان هو عنده خبرات في التعامل مع فريد كورة كمدير كورة وتعامل معاك وكمدير كورة فبالتالي هو موجود علشان المهمة دي ولا لا أنا كنت تتمنى أنه يجي مدير كورة بس هو ممكن يبقى في منصب دلوقتي أو في مرحلة أكبر من أنه يكون مدير كورة بص مدير الكورة في النادي الأهلي ده بيبقى زي رئيس النادي الأهلي واحد صلاحيات كل حاجة واحد بالك والقوة بتاعة رمضان السقة اللي عنده وأنه هو بيبقى قريب للعيبة قوي وفي نفس الوقت قوي جدا يعني أنا كل حاجة للعيبة متوفرة وانت شايف النادي الأهلي موفرة كان لي خليد بيبو اللي أنا مستغرب مشي ليه موفرة للساد عب حفيز كان موفرة للكب سابت واخد بالك أي مدير كورة بيدي بيتوفر له ما فيش حد ما بيتوفر لهش بس هي المشكلة بقى نوعية التعامل أنا رمضان اتعملت معاك لسه يعني انت ااخد السؤال من على الثاني ان انتو كل واحد اعتقد وحرارك انت موجود برضو كبت المجدي لا انا اتعملت معاك قطاع الناشئين انت عملت معاك قطاع الناشئين كمدرب وهو ماسك القطاع ما جاش هو مدير كورة كان هو مدير كورة حازم جدا هنروح لها الجزء دي لكن هو كمدير الكورة اللي أنا عرفه ان هو كان علاقة قوية جدا بيكون لكن في نفس الوقت كان بيبقى حازم جدا في التخاص قرارات لعيه حد بيخرج عن نص يعني هو كان اكتر واحد بيحب عف جليل وهو السبب في ماشي عف جليل سهلا ها واخد بالك لان هنا مفيش يوم مرحميني عنده اللي بيغلط يتعاكم مرحميني